وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توفيرها 350 مليون جنيها لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة السويس يأتي هذا بهدف استكمال الجهود التي نفذتها المحافظة في هذا الملف وأشار مدبولي إلى أنه سيتم توفير المبالغ المطلوبة حتى انتهاء هذه المشروعات وخلال اجتماعه مع محافظ السويس عبد المجيد سقر بحث مدبولي الفرصة الاسيثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة اشتركوا في القناة